بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواء جديدة مشيوات أم شمس كانت مننا تكونوا في أحسن حال متما كتشاهدوا لها فيديو تليوم فيديو جديد إن شاء الله ووصفة سهلة وبسيطة واقتراح هكا الغداء أو اللعشة شي حاجة خفيفة وضغية كتوجد وبلا متشوي أو لا تخدمي الفاخر أو للعداب ديال هكا المشويات اليوم غنحضرو وجبة سريعة وغيف المقلة بطريقة بسيطة فدائما لا أعجبكم لها فيديو بخلوش عليها بتجاعتكم لك تحفزني دائما بتنزيل فيديوهات جديدة هلين قدم لكم حتى صلاة خفيفة سهلة وبسيطة وضغية كذلك كتوجد فمباشرا مروا للمكونات وطريقات التحضير فأول حاجة كان عملوها كان تبلو الكفتة كان نضيفو عليها توابل اللي هما تحميرة عندي الكامون شوية البزار شوية ديال قصبر يابس وشوية من توابل الكفتة اللي كيكونوا يعني كيتبعوا جاهزين فكان عمل نصف معلقة من كل شي إلا التحميرة كان عمل منها معلقة صغيرة عامرة كان عمل شوية المعدنوس كي مشتوا معي مقطع رقيق وكان عمل بصيلة صغيرة تكون كذلك مقطع مربعات رقاق ممكن تحكوها وتزولوا منها لمدية لها ما كان حتى إشكال فأنا ضفتها هناك مقطع مربعات كان نضيف شوية الملحة وواحد المعلقة كبيرة ديالزيت الزيتون طاقنا وكان دلكم زيان هاد الكفتة هادية وكان تببلوها باش كانت تشرب لنا جميع التوابل إلا بغيتوا أنكم متلا تحتفظوا بها متببلاها هكى فلاجة ديوجدوها قبل فعملوا التوابل وما تعملوا لا ملحة لا بصلة فهد الجوج وزيت كدلك ما تعملوا لا بصلة لملحة لا زيت كان عملوا فقط التوابل وكان عملوا المعدنوس وكان هكى نتببلها مزيان وكان خليها فلاجة فإن أرقبا. سوف أجدت من بعد ما أجده كان بدأ نعملي ديف شوية دي الماء وكان بدأ نعمل منها أصابع كيف يجيب حلم شوية تماما كيف ما قلت لكم إذا فتحته عملته الباصل في الكفتة ولملحة سيفك صادق ساعر طيب باش ما تلقش داك الماء ويعني ما كيبقاش الماء داق ديالك في تزوين فهناك ما اشتوا معايا كان بقى مستمرة كان اخد كيمية وكان عمليه دائما في الماء وانا كان ضغط هكا حتى كانشكل اصابع وممكن انا كنت عملوها هاكا خبيزات او لا هاكا على شكل هاكا غريصات اللي بغيتوا على شكل دوائر فكيبقى لكم نختيار مهم انهم ما تعملوهم مش رقاق بزاف يعني حاولوا تخليهم مشي شوي طيب زين باش كي تجي هاكا الكفيتة من الداخل هي شيشة مشي كي تجي غيم حمر القشرة على القشرة سوف على هات الشكل هادا كان استمر حتى كنكمل الكيمية اللي عندي كاملة الكفتة كانشكلها على شكل اصابع على هات الشكل هادا سوف يكن اغتاها هنا وكنخليها في تلاجة مدة دقائق هكا لما نوجد بقي المكونات فكنت بالكفتة هي اللولى باش هكا كي تجي لديدة فاش نهاكا ندوز هكا المرافقة تاين وجدها معاكم وكاللي قال لك فتا ديالي انها تشربات هدوك المقادير وتشربات كل شي بالنسبة المرافقة اللي غادي نعمل ان شاء الله ولديك السلاطة فهي ساهلة بساف وكل شي كيوجد في الكوكوت كان عمل في الكوكوت شوية ديال زيت نباتي تقريبا واحد جوج معاكم يكونوا كبارين عمرين على هات الشكل وكان نضيف كاس ديال الروز الأصفر اللي كان كون فزقاه في المقبل يعني على الاقل واحد ربوع ساعة كان عندكم الوقص في الزقو قبل فباش محي يدوم منو داك النشا ديالو باش ممزين كان صفيا وكان عملوها كاف الكوكوت بعد ما زولت منو داك الماء كان عمل شوية الملحة وكان عمل شوية ديال توم بودرة كي مشتورة غي شوية ديال توم المجفف وكان عمل هنا واحد يعني ورقات ديال الرند او الورقات سيدناموس على الشكل وكان نضيف هنا شوية ديال البزار البيض فممكن تعملو حتى يعني تعملو البزار الأسود او الفلفل الأسود ماشي ايش كالي كان متوفر المهم انا كان عملو هاد الكوكوت ديالنا فوق نار مجهده في الاول باش كان شحرو هادك الروز يعني كان مقابها كان قلب فيه ما تخليوش هكا بوحده انا كان حرك فيه وكيتشحر حتى كان بدا نسمع دوك الحبيبات او لدوك دوك الحبيبات ديال الاروز كان هاكا كان بدا نسمعهم كيت ترتقو يعني كي بدوا حتى تقتقف هادك الروز مباشرة كان نضيف عليهم الخضراء اللي بغيتو انا هنا اضفت شوية ديال البتاتا واحدة البتاتا كبيرة مع واحد جوج خيزواتها كم قطعين مربعات وشوية اضفت شوية فقط ديال جلبانة وكان ضيف جوج كيسان فقط ديال الماء على هاد الشكل كيما كتشوفوا معي الكاس باش عبرته الروز كانت ضيفو جوج منه ديال الماء مباشرة هنا مني كان ضيف الماء كان نغطيه للكوكوت كان سدها مزيان كان عمل صفاره اكيد وكان نقص الكوكوت ديالي كان نخليها في الاول عي شوية حتى كتباليا غا تصفر غي كتباليا غا تصفر كان نقصها بحال الشمعة وكان نخليها مدة عشرة دقائق وكان نفتح لها فما كان نخليهاش مدة طويل بالنسبة للسلصة فاختيت هنا معلقة كبيرة ديال المايونيت عملت معها شوية ديال الموتا تجوج ديال الفرماجات متلتين ممكن تعملوا اي فروماج كتفضلوا كذلك شوية ديال بزار البيض وكان نحرك مزيان اما بهاك ملعقة ولا بالشوكة المهم كتباليا تحنو الخالط كان نحركها مزيان حتى كانت تكون عنها سلصة ونحطها في الدباه كذلك في التلاجة بالنسبة للمرافقة كذلك ديال البصيلة فكتجيب حلم شوية تماما كان نعملها في مقيلة ما تلصقش وتكون شوية تقيلة وكان نخليها هكا على عافية للمقيلة تكون سخونة وكان حتى دوائر ديال البصيلة حتى يتحمروا من واحد الجانب وكان نقلبهم على هات الشكل كان نبقى مراقبة مرة 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 كان نقلب فيها على هات الشكل حتى تتحمر وكان تجيب عصلة تماما لدقها عندكم يقول انكم شويتوها فوق الفاخر بلا زيت بلا تشي حاجة ما كان نضيف على أول ولا من الحالة زيت لتو حتى تولي على هات الشكل كان زولها وكان نعمل بنفس الطريقة ما طيشة أو للطماطم بمتاعي نفس الطريقة كان نعملها المقيلة انتم مشوفو راه ناجسة كان نعمل فيها ماطيشة كان نحطها على هات الشكل وكذلك كان نخليها بنسبة للماطيشة كان نخليها غي شوية تتبليها هكا ذهبت من واحد الجانب وكان نقلبها هنا راني كان وجد المطلوع على هات الشكل هذا بشرف قول الغداء كان عارفوه المشويه او الكفيته ولا كتبوا يمطلعات فإلى بغيتو الوصفة دي المطلوع كتبوا لي في التعليق ان شاء الله نزلها لكم وصفة ناجحة وكيجي رائع ومن فخ بالنسبة الكفتة بعد ما كان وجد كل شيء وكتكون كل شيء انتي وجد صح في مباشرة كان شوي الكفتة كما اشتوا معي المقلرة ما فيها لازي ثلاثة شي حاجة كما قلت لكم تكون غير سخونة مزيان حتى لك انت تلسق غير سخنوها مزيان حتى فقط ومزحة المقلرة من المقلرة الوجودية ثلاثة المقلرة رائع غير سخنوها مزيان سوف نقوم المقلرة ثلاثة المقلرة ثلاثة الكفتة ثلاثة ونقلبهم بكل سهولة فقط وغادي تشوفوا معايا هذه الكفتة تطلق الزيت وكانتطلق الدون يعني رعما غادي تحتاجي لدضيفي زيت لدتقليه تجيني تفعلن تحافظ على المضاق كما تجربوها وكيفما يجب عليكم شكل الكفتة يبقى لكم يعني بغيتو تعملو حتى أقراص فعملوهم يعني الشكل اللي بغيتو ديال الكفتة فكيما اشتوا معي وضغية ضغية كتوجد غير ما تنقصوش على العافية العافية دي ما كتبقى مجهده وحنا كنحركو فيها سافينا راه طابت كان حتوا هكا في إناء التقديم كما كتلاحظو فهدا صراحة وجد هنا واحد غدالي وخفيف بزاف وسهل وسارع كيما اشتوا معي بها الطريقة هذي كيجي بصيد سهل اضغية كيوجد وحتى السلطة كتوجدها بكل سهولة وغادي تشوفوا معي أنا السلطة لا تلسقش أبدا في الكوكوت كما قلت لكم غير فاش تشوفوا الصفارة ستصفر كتنقصو عليها يعني نقصو بشما يتحرقش داك الروز وكتخليوها طيب على خطرها مدة عشر حتى 15 دقيقة لديها عشر دقيقة وكنتفي لديها الرز تصفار وكنتحيضها تبرد شي شوية في ذلك السلطة ديالها كاللقى روز تنفخ وطاب من ذلك الشرف كنت الكوكوت ديالكم شوية تقيلة بزاف فكتخلي واحدة إلى 15 دقيقة غير ٧ لن تفوتوش بش داك الروز ميتعجزنش وحتى تلك الخضراء كالطيب مزيان كي ماشتوا معي الكفيتة اقدمتها مع ديك البصيلة وماتايشا وها هو الروز دينا مع الخضيرة طاب كي ما كتشوفوا حتى لما بغتوش تخلطوها ما تخلطوهاش زولوا الخضيرة من الفق يالولا وحيضو حتى الروز من التحت كي يجي غزال كي ماشتو كي تجي طايبة وحبا على اختها يعني ماما معجنا مدك الروز هكا كتي بليكم حل كوتلا وحدا متاشي حاجة كي تجي هكا حبا على اختها صراحة كتجي فنة بزاف والديدة ممكن نزيدو فا شوية ديال الكامون الناس اللي كي بغيو هكا الكامون مع الخضراء كتجي كذلك ازوينا انا هنا غا نعمل شوية من الصلصة اللي عملت معاكم اللي كتجي بنينا كذلك وسهلك يماشتوا معايا وغادي نعمل كذلك فوق منها شوية ديال الفرماج حمر يعني هدا كاقتراح فقط وغادي نزيد هنا شوية ديال الخص من الجوانب فديك الصلصة كان عملية شوية كامل فوق وكان قدمها معاها كاف شئيناء صغير كتجي على هاد الشكل كتجي رائعة وحتى الكفيتة ديالنا كتجي ليشافها وليدقها كذلك كي يصحبلوا انها هم شوية انا قدمتها كما اشتوا معايا كتجي فتية من الداخل قدمتها مع دوك المطيلعات اللي كتليكم وكذلك عصير ديال الحامض مع البرتقال كي يجي لديد معاهم ونعيش فكانت من ان شاء الله من الفيديو تليوم والغديوة تليوم البسيطة والسهلة والسريعة تعجبكم وتجربوها كذلك لانها صراحة صحية زوينة وبنينا وغادي تعجب الصغير والكبير وما بقليل نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ما تنسونيش من تجاعتكم وكانت معكم ام شامس وما توفيقيا الا بالله عليه توكلت وإلهي اونيك